ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخذون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزل الذكر وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد أخلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فجلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحودون ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان الرجيم إلا من استرق السماء فأطبعه شهاب مبين والأرض بددناها وألقينا فيها رواسي وأبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معائش ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لواقع فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكم وما أنتم له بخازنين وإن آل نحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان من نصر الشالم من حمأ مسنون والجاء أن خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من شلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ورفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبا أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من شلصال من حمأ مسنون شكرا للمشاهدة ترجمة نانسي قنقر